اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة رمل نرحب في هذه الحلقة بعضو اللجنة الشعبية لمخيم برزيت ومدير المكتب التنفيذي للاجئين ناصر شرائع اهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة قبل البدء بالنقاش لنتابع تقرير عده فريق البرنامج الى الشمال من مدينة رامالله وفي داخل بلدة برزيت يقع مخيم برزيت الذي لا تعترف به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا انشئ المخيم عام 1949 يعيش فيه اليوم قرابة 600 لاجئ وفقا لاحصاءات اللجنة الشعبية للمخيم فيما يعيش قرابة 2500 لاجئ في داخل البلدة يعاني المخيم من ضيق كبير في المساحات اذ تبلغ مساحته الكلية 10 دلومات فقط واستنتشار البيوت القديمة غير الصالحة للسكن الادمي كما يعاني المخيم من ضعف في بنيته التحتية وعدم اكتمال شبكة الصرف الصحي واستشوارع قديمة متهالكة تحتاج الى اعادة تأهيل وامام ما سبق نتساءل ماذا فعلت اللجنة الشعبية لتطوير حياة اللاجئين في المخيم وما هي ابرز المشكلات التي تواجهها وماذا تخطط اللجنة الشعبية للنهوض بواقع المخيم مستقبلا اهلا بكم مرة اخرى الانروا لا تعترف في مخيم بيرزيت لماذا يعني حقيقة الانروا هي اعترافها بالمخيم هو استئجار الارض من كبل الانروا ومخيم بيرزيت هي ارضه غير مستأجرة من الانروا هو مقام على ارض لعائلات ارض خاصة من اهالي بيرزيت منذ العام 1948 لغاية الان هل تقدم الانروا اعت خدمات داخل المخيم نعم تقدم خدمات التعليم يوجد مدرسة لوكالة الغوث في بيرزيت يوجد طبعا تقوم بتقديم خدمات الغاثة التموين للاجئين في بيرزيت وفي المخيم ايضا يعني ولكن الان لا يوجد لانه بسبب تراجع الخدمات في الوكالة سنتابع هذا الموضوع موضوع تراجع الخدمات ولكن اين يذهب سكان المخيم طلبا للعلاج يعني سكان المخيم اما في عيادة الجلزون او في عيادة الامعاري حسب كل شخص ولكن هناك عرض كبير من المراجعين وضغط كبير على عيادات الانروا سواء كان ذلك في مخيم الامعاري او في مخيم الجلزون لنسى هذا صحيحا يعني صحيح ولكن الناس مضطرين وخصوصا الفقراء بمن لا يملكون تأمين صحي لدى السلطة الوطنية او وزارة الصحة مضطرون الى الذهاب الى مخيم الجلزون او الامعاري لتلقي العلاجات الاساسية مثل الضغط والسكري والى اخره مع انه حاولنا احنا في الماضي انه بالطلب من وكالة الغوث باقامة عيادة بسموها موبايلكلينيك في بيرزيت يومين في الاسبوع او يوم في الاسبوع تقدم الخدمات الطبية لأهالي المخيم واللاجئين الساكنين في المخيم والقرى المحيطة في المخيم ايضا دون فائدة ولكن لم يتم الموافقة على هذا الطلب لماذا يعني انه ما فيه اعداد كافية انها تكون لتشغيل هاي الايادة في بيرزيت هل توجهتم الوزارة الصحة الفلسطينية يعني وزارة الصحة هي مسئولية المخيم هي وكالة الغوث الأونروا يعني وزارة الصحة مشكورة يوجد لها عيادة صحية في بيرزيت من يملك تأمين صحية توجه الى وزارة الصحة من يملك المال يذهب للعيادة نعم من لا يملك المال يعني التأمين تأمين صحي حكومي نعم يذهب للعيادة نعم صحية للأسف صحية في ظل تراجع خدمات الأونروا كيف اثر ذلك على مخيم بيرزيت وعلى مجمل مخيمات الوطن يعني تراجع الخدمات نتحدث عن برنامج اللي أفكر الفقراء اللي هو برنامج الإغاثة اللي هو برنامج التموين يعني كان يوزع في الماضي في بيرزيت كان يوزع ما يقارب الثلاث أيام أو يومين ونص بتوزيع المواد الغذائية لسكان بيرزيت ومخيم بيرزيت والقرى المحيطة الآن لا يوجد يعني ما يقارب المتين حصة توزع فيه نصف ساعة في بيرزيت ولكن الآن لا يوجد أي توزيع للمواد التموينية بسبب استبدال البرنامج التموين ببرنامج الكاش طبعا اللي أصبح يصرف من خلال بطاقة الصراف الآلي في البنك للعائلات التي تجتاز الامتحانات الصعبة وتثبت أنها من أفكر الفقراء بلي وكالة الغوث لكي تستفيد من هذا البرنامج ماذا عن العيادات الصحية في داخل المخيمات الفلسطينية؟ في العادة رؤساء اللجان الشعبية في الحلقات السابقة كانوا يتذمرون من نقص الأدوية داخل هذه العيادات وكانوا أيضا يتذمرون من تدني في جودة الأدوية هل هذا صحيح؟ يعني هذا صحيح مئة بالمئة يعني أنا عندما أذهب إلى عيادة مخيم فأنا يعني لا أملك ثمن العلاج في أي مكان آخر ولا أملك ثمن لا أملك تأمين صحي حكومي لكي أذهب لأتعالج في عيادات الصحة فأنا أذهب إلى وكالة الغوث الطبيب يقوم بمعاينة المريض طبعا في معظم الأحيان لا يتوفر الدواء في صيدلية العيادة يقوم بكتابة روشيتا للمريض لكي يشتريها من صيدليات من الخارج إذا توفر العلاج يتوفر الأدوية الأساسية جدا كامول وأدوية الضغط والسكري نعم أدوية الضغط والسكري والأكمول وبعض الأدوية المسكنات ولكن دواء بمعنى الدواء مضادات حيوية أدوية السعال أدوية إلى آخره لا تتوفر طبعا ولا ننكر أنه في فترة الكورونا قامت وكالة الغوث بتقديم العديد من المحكمات طب ماذا عن تراجع في جودة الدواء؟ يعني التراجع في جودة الدواء بسبب نقص الإمكانيات المادية يعني بصراحة هل صاروا يجيبوا أدوية أرخص ثمنا من دول تبيحها بسعر أقل؟ صحيح صحيح مثل أدوية من الهند مثلا يعني أيضا يعني كان الدواء على سبيل المثال في السابق دواء أوروبي مثلا يعني كان دواء بالأقل من المصانع الفلسطينية زي مصنع شركة الأدوية بيرزيت أو بيت جالة أو الآخره بجودة عالية الآن الأونروا بسبب ضعف الإمكانيات هي تطرح عطاءات لشراء الأدوية من الدول بعيدة يعني الأدوية لما توصل من الهند يعني بطريقة الشحن أو بالبواخر أو إلى آخره معظم هذه الأدوية تفقد القدرة العلاجية أو القيمة العلاجية لها وتصل أيضا في وقت متأخر وهي أصلا أرخص من الأدوية المحلية صحيح وهذا ينعكس سلبا على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات أليس هذا صحيح صحيح طب ما المطلوب في هذا الموضوع؟ يعني المطلوب أن يكون هناك ضغط أكثر من الحكومة على الأونروا بالدرجة الأولى وأيضا الضغط من الحكومة على الدول المانحة لزيادة حجم التمويل للأونروا حتى تتمكن من تقديم الخدمة المناسبة لللاجئين الفلسطينيين هل جلستم مع إدارة الأونروا لمنقشة هذه المواضيع؟ عدة مرات دون فائدة؟ عدة مرات يعني سواء من خلال المكتب التنفيذي للاجئين من خلال دائرة شؤون اللاجئين من خلال اللجان الشعبية يعني هناك دائما العديد من اللقاءات مع إدارة الأونروا ومع موظفين الأونروا ومع موضراء المناطق بهذا الخصوص سواء بموضوع الصحة أو بموضوع التعليم أو بموضوع الخدمات التي تقدم للاجئة الفلسطينية طب لنعود إلى مخيم برزيت يعني هناك تراجع كبير في عرض اللاجئين داخل المخيم قبل أعوام كان عرض اللاجئين في قرابة 9000 لاجئ اليوم قرابة 600 على ما أعتقد صحيح لماذا هذا التراجع الكبير في الأرقام داخل المخيم؟ يعني إذا عدنا للعام 1948 اللي هو في عام النكب الفلسطيني ونزوح الهجرة اللاجئين من مدنهم وقراهم إلى المخيمات يعني كان يتراوح عدد سكان مخيم بيرزيت ما يقارب التسع آلاف نسمة صحيح وكان هذا المخيم يعني بعيد نوعا ما عن البيرزيت يعني بيرزيت كانت في البلد القديمة والمخيم كان بمكانه الحالي طبعا مؤظم هؤلاء الناس رحل في فترة 52-53 عندما بدأت وكالة الغوث ببناء المخيمات الرسمية باستئجار الأراضي للمخيمات الرسمية مثل جلازون أمعري عقبة جبر بالمناسبة يعني أول مخيم هو أنشئ مخيم العين مخيم رقم واحد هذا أول مخيم بنته الأونروا فمعظم الناس في مخيم بيرزيت أصبحوا يذهبون إلى هذه المخيمات لكي يستطيع الحصول على غرفة تأوي عائلته لأنه كانت فترة شتاء قاسية جدا في هذه الظروف كانت ثلوج والناس عايشة بالخيم فكان معظم الناس ذهبوا إلى المخيمات المجاورة التي بدأت وكالة الغوث بالبناء فيها لكي يحصلوا على غرفة تأويهم وعائلتهم من الظروف الجوية القاسية نتابع هذا النقاش ولكن بعد مجموعة من المقابلات التي أعدها فريق البرنامج داخل مخيم بيرزيت لنتابع لما الدنيا تشت مطر البيت عندي كان كثير سجادة مية يعني أرن أو أصور وأبعث عليهم يعني شوفوا تعالوا شوفوا بيتنا هم بنج وظبطوا صحيح عندي بالبيت بس كأنهم ما زبطوا يعني داري كانت مية الحمام عند عندناك الصالون كل ياتوا سجادة مية يعني ما يهتموا خلص بس بنوا وبنجوا يعني إحنا تعبنا والله بالنسبة للنفايات مثلا لزبالة بعيد عنكم للنفايات يعني إحنا لازم يكوننا حكيتنا مع مسؤول اللجنة أنه يحط مثلا براميل يعني أو حاوية صغيرة لكل حارة بنتغلب إحنا في كابل زبالة يعني يجو حدا يهتم فيها يأخذها حدا ينظف إحنا اللي بننظف إحنا بنعاني أصلا من كل إشي بالشتر طب الماء بتدخل علينا على الدور البنية التحتية يعني حاليا هي 80% كويسة زي ما أنت شايف يعني أما قبل إحنا كنا نعاني كثير يعني الماء والمجاري وكلها كانت بين الدور والعالم والصغار والأطفال وزي ما أنت شايف هون يعني أكيد صورت ووثقت في لسه عندنا البنية تحتية مش جاهزة يعني افتح هذا الحجر بتشوف عندنا لسه البير تحت يعني أولاد الصغار بوكع ولسه الأمور يعني ها 80% منيحك إن شاء الله مش جاهزة حاويات الكبيرة كتير بعيدة عندك ختائرة عندك أولاد صغار بردوش عبياتهم عمياتهم أنه يروح يقبوا لزبالة فلازم في المخيمات يحطوا برامية وسطولة يعني هما يبادروا فيك أشياء أنه يساعدوا المخيمات ويساعدوا العالم فيه كمان ترفيه الأطفال يعني واحد بستصعب ياخد أولاده وين يروح فيهم اللي أهلهم قصرين واللي معهم مش يعني يبضلهم في الشوارع للبلاد وفي الحواري أهلا بكم مرة أخرى يعني مطالب أساسية إنسانية بسيطة وغير متوفرة ماذا تعلق على ذلك؟ يعني صحيح هي مطالب بسيطة جدا لا تذكر يعني بخصوص المشروع المجاري يعني اللي تحدث عنه الأخقب القليل يعني هو مشروع كبير جدا يعني كلف آلاف الدولارات ولكن يعني كما تحدثنا سابقا أنه يعني بانتظار تحويل المشروع السنوي لكي نقوم بإتمام ما بقي من المشروع العالم هذا المشروع عالق؟ مشروع الصرف الصحي داخل المخيم؟ نعم هو ليس بعالق هو مشروع الصرف الصحي في المخيم احنا اشتغلناه بفترة ثلاث سنوات احنا مشروع ثلاث سنوات احنا بدأنا فيه في مشروع اقامة حفر امتصاصية في المخيم لأنه كان المخيم يعاني من يعني بدرجة لا توصف طب لماذا هذا التأخير في التنفيذ؟ يعني هذا التأخير هذا التأخير في التنفيذ لأنه هو مشروع سنوي بقيمة 100 ألف دولار أو 120 ألف دولار من وزارة المالية؟ يحول من وزارة المالية إلى المخيمات يعني كأسوة بباقي مخيمات هو مشروع يتيم في العام؟ هو مشروع في العام نعم صحيح يحول فاحنا مشروع المجاري اللي قمنا بعمل الحفر الامتصاصية هو مشروع لثلاث سنوات قمنا فيه مشروع واحد ولم يكتمل لغاية الآن بعد مشروع الحفر الامتصاصية احنا قمنا باللجنة الشعبية بإقامة اللي هي شبكة الصرف الصحي ووصلها خط الذي الناقل من مخيم بيرزيت لإيصاله مع خط بلدية بيرزيت لكي تستفيد منه العائلات في المخيم ويعني كان هناك نزيف من المخيم بسبب نضح الحفر الامتصاصية الآن انتهت موضوع الحفر الامتصاصية وأصبحت على شبكة الصرف الصحي نحن بانتظار تحويل مشروع العشرين الاثنين وعشرين لكي نكمل هذا المشروع يعني احنا سبنا بشهر سبعة حاليا ووزارة المالية لم تحول بعد مشروع الفين واثنين وعشرين صحيح هذا هو التأخير هذا ما يعيق عمل اللجان الشعبية أنت تنتظر نحن الآن في شهر سبعة اثنين وعشرين لغاية هذه اللحظة المخيمات التي أغلقت مشروع الواحد وعشرين لم تحول لها مشروع اثنين وعشرين يعني هو مشروع يتيم في العام ورغم ذلك يعني في تأخير كبير في تحويل هذا المشروع صحيح طب عندما تراجعون الحكومة أو وزارة المالية تحديدا ماذا يكون ردها؟ يعني يكون الرد الضائقة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام هل هذه أول مرة يتم فيها التأخير؟ أما أن التأخير بات ظاهرة يعني هو التأخير في معظم العوام في معظم العوام التأخير يعني إذا ما كان هناك مطالبة شديدة من اللجان الشعبية وجلوس مع السيد وزير المالية والسادة المدراء العامون والوكلاء في وزارة المالية يتم الوعود بالتحويل سواء كانت الموازنات أو المشاريع أو إلى آخره يعني نحن نعاني بهذا الموضوع المالي يعني ما بيجوا ببداية العام يقول لك تفضل هاي مشروع مخيمك أنت إنجز مشروعك وتفضل خد الموازنة تبعتك لا إحنا بعد جهد جهيد ومطالبات وإلى آخره وإجراءات بركراطية في بعض الأحيان صعبة للغاية يعني تعامل اللجان الشعبية معاملة البلديات يعني مخيم بيرزيت في استلام مشروعه بنفس الدرجة التي تعامل فيها مشروع بلدية بيرزيت أو بلدية رمالله بكامل الإجراءات البعض يقول أن هذه الإجراءات المعقدة من أجل ضمان عدم وجود أي نوع من الفساد أو إلى آخره من هذه المواضيع في تحويل الأموال ماذا ترد على ذلك؟ يعني إحنا مع الشفافية وإحنا مع المحاسبة ولكن يجب أن يكون هناك نظرة يعني لمخيمات اللاجئين يعني بالحد الأدنى لما إحنا بنعامل اللجنة الشعبية معاملة البلدية اللجنة الشعبية لا يوجد فيها الطواكم الهندسية لا يوجد فيها الطواكم الفنية التي تقوم بطرح العطاءات والتي تقوم باستدراجات العروض والتي تقوم بالإجراءات الفنية يعني وهذه الإجراءات تكلف أيضا ثلث المشروع حوالي 20% من المشروع التي تقدم وزارة المالية يذهب إلى هذه الإجراءات الفنية سواء من خلال المكاتب الهندسية التي تقوم بتجهيز المشروع التي تقوم بالمراقبة على المشروع في ذلك تراجع خدمات الأنر وليس من المفترض على الحكومة أن تلعب دور أكبر داخل المخيمات يعني أنا برأيي لا أنا برأيي أن الحكومة يجب أن تلعب دور أكبر في الضغط على الأنر يعني على سبيل المثال سواء في الدول المضيفة في الأردن أسوريا إلى آخره وكالة الغوث لا تستطيع أن تنتقس أي شيء من حق المخيم أو اللاجئ الفلسطيني إلا بالتنسيق مع الحكومة نحن في فلسطين نعيش مع السلطة الوطنية الفلسطينية بدولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين لحين عودت اللاجئين إلى مدنهم وقراهم الأصلية التي هجروا منها في العام 48 نعم يجب أن يكون ضغط من السلطة الوطنية الفلسطينية أكبر على وكالة الغوث تحدثت قبل قليل بأن الحكومة غير ملتزمة بتقديم المشروع في وقته للمخيمات بشكل سنوي ولكن في نهاية المطاف اللاجئ في المخيم يدفع ضرائب للحكومة غير من الفلسطينيين كالفلسطيني الذي يعيش في المدينة أو في القرية أو في المخيم كل يدفع ضرائب للحكومة صحيح يعني ابن المخيم هناك اقتطاع ضريبية على راتبه الأساسي صحيح عندما يقوم بشراء المواد الأساسية من السوق الفلسطيني يدفع ضرائب صحيح ولكن لا يحظى بنفس الخدمات التي يحظى بها ابن المدينة أو ابن القرية كيف تقيم هذه المفارقة؟ يعني هذه المفارقة كيف تنظر إليها؟ يعني هذه المفارقة ممكن يكون أنه بسبب الإجراءات سواء من قبل الحكومة أو من قبل المؤسسات في داخل المخيم يعني هذه ليست بمفارقة أنه يختص فيها ابن المخيم غير عن ذاته ولكن هي الضائقة المالية أو الشح في الإمكانيات لدى الحكومة هي التي تؤخر دفع الأموال للمخيم أو للجان الشعبية يعني ما هي بتمييز ما بين المخيم أو بين ابن الريف أو المدينة ولكن الضائقة التي يعيشها ابن المخيم أيضا لعدم وجود الإمكانيات يعني ابن القرية أو المدينة يمكن أن يكون يوجد له مصادر دخل أخرى كعلى سبيل المثال أرض أو مزارع أو زيتون أو إلى آخره ولكن ابن المخيم لا يوجد له أي مصدر دخل آخر الكثير من اللجان الشعبية الذين جلسوا في هذا المكان في حلقات سابقة من هذا البرنامج اتهموا الحكومة بتهميش المخيمات وأكدوا بأن هناك تقصير من قبل الحكومة بحق المخيمات ما رأيك بذلك؟ يعني ليس بالتهميش بمعنى التهميش ولكن هناك تقصير هناك تقصير بحق المخيمات يعني المخيمات هي أكبر مساحة أو أصغر مساحة سكانية في الوطن تعيش باقتضاد سكاني يعني يجب أن يكون هناك زيادة زيادة اهتمام يعني نحن لا نتحدث عن التهميش بمعنى التهميش ولكن يجب أن يكون زيادة في الاهتمام للمخيمات الفلسطينية المخيمات الفلسطينية لا يوجد لها أي دخل في آخر سوى الرواتب من الموظفين العموميين أو موظفين الكطاع الخاص يعني على سبيل المثال العمل في الداخل يعني معظم أبناء المخيمات لا يستطيعون الحصول على تصريح للعمل في الداخل معظم أبناء المخيمات يعني يستثمرون في التعليم أو في التعليم الجامعي إلى آخره ولكن بعد انتهاء التعليم الجامعي الأب يضطر إلى دفع معظم أموال التي يقوم بإدخارها لك يقوم بتعليم أبناءه في الجامعات وبعد الانتهاء من التعليم الإبن لا يجد العمل المناسب ليعمل به بعد التخرج من الجامعة نتابع هذا النقاش ولكن بعد فاصلا قصير لا تذهبوا بعيدا أهلا بكم مرة أخرى البعض ينتقد اللجان الشعبية ويقول أن هذه اللجان غير منتخبة من قبل سكان المخيمات ما رأيك بذلك؟ يعني مش عارف احنا قبل الأسبوع الماضي كان في عنا انتخابات اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا هاي آخر انتخابات كانت في الأسبوع الماضي انتخابات واحد ونصف المائة فقط من سكان المخيم يحقنهم الانتخاب هل هذه انتخابات؟ يعني هي ليست بالانتخابات المفتوحة بالصناديك مثل البلديات أو المجالس القروية ولكن هذا هو النظام الانتخابي المعمول فيه هل هذا برأيكم إقصاء لسكان المخيمات؟ يعني لا مش إقصاء بمعنى الإقصاء ولكن هذه خصوصية للمخيم طب لماذا لا يكون هناك حق للاجئ الفلسطيني بأن ينتخب اللجنة الشعبية؟ ماذا تحرمونه من هذا الحق؟ صحيح يعني احنا في العديد من اللقاءات سواء مع السيد الرئيس أو مع منظمة التحرير أو مع الجهات المعنية طلبنا بإيجاد نظام انتخابي خاص بمخيمات اللاجئين اللي هو يسمح لكافة اللاجئين في داخل المخيم بانتخاب اللجان الشعبية ولكن لغاية الآن نحن ما زلنا على النظام الانتخابي القديم اللي هو بالتمثيل النسبي كما تحدثت اللي هو بواحد ونص أو اثنين بالمئة يقومون بانتخاب اللجنة الشعبية متى تقدمتم لتعديل النظام بشكل راسبي؟ يعني بالأكثر من مرة أكثر من مرة من المعيق؟ يعني لا يوجد معيق ولكن لا يوجد هناك إجابة أيضا المعيق هو خصوصية المخيم يعني تقدمون هذا الطلب لمنظمة التحرير؟ يعني سواء لمنظمة التحرير دارتشون لاجئين أو من خلال السيد الرئيس قبل عدة سنوات لا يوجد رد على هذا الموضوع لغاية اللحظة؟ بإيجاد نظام انتخابي خاص يراعي خصوصية المخيم الفلسطيني ويعطي كافة أبناء المخيم الحق في الانتخاب أنتم مع هذا الموضوع لأنه من حق أبناء المخيمات المشاركة في اختيار اللجنة الشعبية وانتخابها لهم الحق الكامل في المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والسؤال لماذا لا يشاركون في اختيار أو في انتخاب اللجنة الشعبية؟ صحيح يعني يجب أن يكون هناك نظام خاص بمخيمات اللاجئين يراعي خصوصية المخيم وحق العودة وإلى آخره يعني هذه الأسباب التي تمنع من إيجاد وبالتالي هل هي دعوة الآن على الهواء مباشرة لقيالة منظمة التحرير من أجل تعديل النظام؟ يعني أن يكون هناك نظام نعم النظام انتخابي خاص بمخيمات اللاجئين يعطي الحق لكافة أبناء المخيم لاختيار ممثليهم ولجانهم الشعبية يعني أنت تتحدث عن اللجنة الشعبية هي اللجنة الشعبية هي المسؤولة عن كافة الخدمات في المخيم هي المظلة لكافة مؤسسات المخيم عندك أربع أو خمس مؤسسات رئيسية أيضا في المخيم هذه الأربع أو الخمس مؤسسات هي تحت إطار اللجنة الشعبية الموجودة في المخيم تمام أنت مدير المكتب التنفيذي لللاجئين نعم ما هو دور هذا المكتب؟ يعني دور هذا المكتب يعني دور المكتب التنفيذي لللاجئين هو تخفيف المعاناة عن سكان المخيمات ولكن المعاناة تزداد المعاناة تزداد يوما بعد يوم وتزداد وتكبر أيضا وبالتالي ما هو الدور المنوط حاليا بالمكتب؟ يعني الدور المنوط حاليا بالمكتب هو كالدور الذي أنشئ من أجله المكتب التنفيذي المكتب التنفيذي أنشئ في بداية إنشاؤه من أجل اللي هو إيجاد إطار جامع لللجان الشعبية وموحد لللجان الشعبية في الضفة الغربية في الفترة اللي كان فيه ضعف لأداء دائرة شؤون اللاجئين ولكن دائرة شؤون اللاجئين الآن هي جنبا إلى جنب مع المكتب التنفيذي تعمل في الدور السياسي والمكتب التنفيذي لللاجئين يعمل بالدور الشعبي أيضا من أجل تخفيف المعاناة على اللاجئ الفلسطيني وإيجاد أفضل الخدمات لللاجئ الفلسطيني ما هي الرسالة الأخيرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا؟ يعني الرسالة الأخيرة للأونروا أنه يجب إيلاء ملف المخيمات الهم الأكبر والجزء الأكبر من خدمات وكالة الغوث يجب أن يكون هناك ضغط أكبر من قبل الوكالة على إيجاد تمويل سنوي ثابت من قبل هيئة الأمم المتحدة للأونروا ولكالة الغوث من أجل أن تقوم بتقديم أفضل الخدمات لللاجئ الفلسطيني الذي يعيش في مخيمات اللاجئين بانتظار عودته إلى مدنه وقراء الأصلية التي هجروا منها في العام 1980 ورسالة أخيرة إلى الحكومة الفلسطينية يعني الحكومة الفلسطينية أيضا أن تقوم بالضغط على الدول المانحة للأونروا من أجل الالتزام بتعهداتها لتمويل صندوق الأونروا وإلى المخيمات الفلسطينية الاهتمام الأكبر الاهتمام الأكبر لأبناء المخيمات وإلى الناس السكان في هذه المخيمات للعيش بالحد الأدنى من مستوى الذي يعيشه باقي البشر نعم عضو اللجنة الشعبية لمخيم برزيت ومدير المكتبة التنفيذي للاجئين سيد ناصر شرائع شكرا لك على هذا اللقاء كما أشكر كل من تابعنا على مدار قرابة الأربعين دقيقة من الزمن في برنامج ساعة رمل شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم وإلى اللقاء